بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلام بكم أبنان الطلاب في الفيديو ده هنشرح دارس الإسلام يدعو إلى النظافة من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية هنعرف بأن الإسلام دين طهر ونظافة فلازم نتأكد بأن الإسلام هو دين للنظافة والطهارة وأوجب الإسلام علينا التطهر والوضوء والاستحمام والتطيب على كل مسلم ومسلمة وفرض الإسلام الوضوء قبل كل صلاة ويستحب لكل مسلم ومسلمة الاستحمام للنظافة خاصة إذا قام بعمل مجهود عضلي أو مزاولة نشاط رياضي كأنك كنت بتلعب فجسمك عرق فأنت لازم يستحب لك بأنك تاخد دوش علشان تنزل أي روايح موجودة على جسمك أو أي إفرازات جسمك بيفرزها في نفس الوقت يستحب للفتاة بأن تستحمل النظافة في أثناء الحيض أو المرأة في فترة النفاس وده للتخلص من الروائح الكريهة التي يفرزها الجسم فيكتسب الجسم النشاط وحيوية طيب إيه أهمية النظافة النظافة بتقي الفرد من الإصابة بالأمراض والعدوى وخاصة الأمراض الجلدية وهنا لازم نعرف ملحوظة وهي بأن النظافة تشمل الوجه والجسم واليدين والقدمين ونظافة الملبس والمسكن والسبب حتى يكون المسلم طاهر البدن لا يتأذى الناس من رائحته فينفرون منه ويبتعدون عنه طيب إيه اللي بيؤكد عليه الإسلام يؤكد الإسلام على ضرورة التزين عند الذهاب للمسجد وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظافة وحسن المظهر وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وذلك ردا على الصحابي الجليل الذي قال له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا طيب لماذا كره الإسلام أن يأكل المسلم ثوما أو بصلا قبل الذهاب للمسجد الكلام ده منعا للتنافر بين المسلمين فالإنسان النظيف يرغب الناس فيه حديثا ومجلسا فالناس بتحب تقعد مع أي إنسان نظيف بكده نكون خلصنا درس النهاردة بنتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى شرفونا باشتراككم في القناة وبانتظار تعليقاتكم ترجمة نانسي قنقر